خلينا نروح للتشكيل المتوقع من وجهة نظر دكتور أحمد سابت اللي ممكن يبتدي بيه المدرب البرتغالي مباراته يوم السابت القادم أمام النادي الأهلي التشكيل ده بنسبة 99.9 أو بنسبة 100% هو التشكيل اللي هيبدأ يوم السابت ده تشكيل نادي التراجي التونسي اللي هو الراجل بيعتمد عليه ميجيل جاردوزو المدرب البرتغالي هم بيلعبوا بالـ 4-1-4-1 في حراسة المارمة الحارس الصغير طبعا اللي هو عنده 20 سنة أمان الله ما ميش واحد من الحراس الممتازة اللي هي بتخش هنعمل دلوقتي مكرنا ما بينهم ما بين مصطفى شبير الاتنين المساكين قلبين الدفاع ياسين مرياح ومحمد أمين تجاي وده محمد أمين تجان جزائري من الجزائر الاتنين المساكين خبرات عندهم روح وقلب ولكن عندهم مشاكل في حتة الضغط لما تضغط على الاتنين المساكين قلبين الدفاع بيعانوا ودي واحدة من الحاجات اللي لازم وسام أبو علي أو مودست أو كهربا يكون حطتها في دماغه ان الاتنين المساكين دول مع الضغط بيغلطوا محمد أمين تجاي كان غايب مباراة النجم الساحلي السابقة لفرسية التراجي كان عنده إصابة بريحه كان بريحه وخلاص هو أعلانه النهاردة جاهزيته متواجد خلاص وتم التأكيد ان هو هيبقى موجود في التشكيل الأساسي للتراجي وهو أصلا كمان ما عندهش مساك يعني كان بيلعب غايس الوهابي مساك وهو مش مساك أصلا هو لعب وسط مدافع وهو لعب ارتكاس فهو بالنسبة له محمد أمين تجاي هو اللعيب أو المساك الأساسي الاختلاف الوحيد وده الحاجة الوحيدة اللي لسه هو المدرب بتاعهم متردد فيها هل أبدأ بمحمد بن علي وضل أقرب بنسبة 90% اللي هو الزهير الأيمن ولا رائد بوشنيبة رائد بوشنيبة اللي هو لعب ماتش النجم الأخير رائد بوشنيبة عنده قدرات هجومية أكتر محمد بن علي دفاعيا أحسن وهو اللي بيلعب في ماتشاط أفريقيا عشان الدفاع بتاعه أفضل من رائد بوشنيبة أنا توقع محمد بن علي هو اللي يبتدي المبارد نفس التشكيلة بتاع الدورة عبطال أفريقيا الباكليفت لاخي لافع على محمد أمين بن حميدة اللي عمل ماتش النجم حلو وعمل أسست قدم ماتش كويس جدا في ماتش النجم اللي نيجي بقى للارتكاز اللي هو أهولو أهولو ده واحد من أهم هو العمود الفقر بتاع الفرق اللي هو اللعيب التجولي بالمناسبة وما عندهم اللعيب تجولي اتنين من الجزائر اتنين من البرازيل دول الخمس محترفين في التشكيل الأساسي أهولو ده من المنتوجه واحد من الحتى لما غاب في ماتشاط الدوري الأخيرة الترجي خسر ماتشين وراء بعض اللعيب بيفرق كتير هو اللي دايما هنتكلم عليه حتى في بناء الهجمة إنه هو بينزل ما بين الاتنين المساكين بيعتمدوا عليه وهنا مهم جدا الضغط هنا أمام عشور اللعيب اللي هو مثلا في مركز 8 في النادي الأهلي لازم النهاردة يضغط على روجير أهولو هيبقى في مباراة صناعية اللي حيتفوق فيها هو اللي حيقدر يكسب بسط الملعب ما بين روجير أهولو وما بين إمام عشور على ما أعتقد روجير أهولو ما بيسمش المنطقة دي دايما مالي المنطقة اللي قدام الاتنين المساكين في التحضير أو حتى لما الترجي بيهاجم هو دايما يعني عنده هو كورته مش عالية يعني فنيا كورته مش عالية بس كورة تانية بيطع ويسلم هو بيعتمد على السكندبول إن أنا قطع لهم الكورة التانية ويسلم لكن كورته مش عالية بس هو لعيب كوي بدنيا وبيطع كتير تمام الاتنين اللي كورتهم عالية واحد حسامتها دا لعيب كويس جدا اللي هو رقم 8 دا لعيب بلاي ميكر بيعتبر صنع الألعاب الفعلي في الفرقة تمريراته حلوة لعيب ممتع في دا ورقم 8 لكن عكسه غلان الشعلال غلان الشعلال طبعا لعيب خبرة لعيب بيجري كتير بيعتمد على التمريراته الطلق خبرات يعني التلاتة دول متنوعين واحد حريف شوية عنده تمريرات كويسة حسامتها واحد بيطع كورة بس كورته مش عالية واحد عنده الخبرات اللي هو جلان الشعلالي وهو الكابتن بتاعهم أو القائد بتاع الفرق نيجي بقى للتلاتة اللي قدام يانساس اللي هو الجناح البرازيلي وده دايماً يا كابتن أسامة بيبقى ايه داخل لجوه دايماً وده على فكرة ميزة وعيب ميزة أنه هو بيخش الجوة مع حسامتها مع غلان الشعلالي مع جشة فبيبقى فيه زحمة على الارتكاز بتاعك مثلاً هو مروان عطية لنفطارد مثلاً أو أكرم توفيق بيلعب في المساحة اللي وراء مروان عطية أكرم توفيق في المنطقة دي اللي هي المساحة اللي وراء السنائي الارتكاز ما بين المساكين وما بين مركز ستة في ندل فدي بتعمل لهم مشاكل لما بيبقى الجناح دايماً داخل لجوه فما بيرجعش يدافع فهنا أجمارس الكولر أكيد هيبقى فيه التفكير وأكيد الاثنين درسين بعض أنا النهاردة هضاضي الهاجمة إزاي في المساحة اللي هتبقى في ظهر يانساس النهاردة لما يبقى عندك واحد زي حسين الشحات واحد زي ريدا سليم ومعه معلول على محمد بن علي هتعمل لهم مشاكل كتير إن شاء الله يعني الناحية الثانية غشة غشة اللي هو اللعيب الجزائري ده لعيب بشوف إنه هو لعيب مكتهد هو مش مبدع بس هو دفاعيا كويس جدا عكس يانساس يانساس ما بيدفعش غشة هتلاقي طول الماتش وقف قدام محمد أمين بن حميد بيدفع كويس جدا نيجي بقى للمهاجم الخطير اللي احنا عملين له فاكرة الواحدة اللي هو رودريجو رودريجيز ده ممتاز جدا في التحركات بدون كورة وجوه السندو بيعرف يجيب جون لمسته جوه الفنيش بتاعه ممتاز يعني هتحرك بشكل كويس